أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال إليكم نشرة التكنولوجيا من أجيال تطبيق إنستجرام يضيف ميزة طال انتظارها وهي تحميل مقاطع فيديو قصيرة من الريلز وإعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ساعدت قدرة مستخدمي تيك توك على تنزيل المقاطع ونشرها على الارتقاء بالمنصة بين مواقع التواصل الاجتماعي أما عملة البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام لتبلغ أكثر من 31 ألف دولار متويجة أسبوعا من المكاسب التي ساعدتها جزئيا خطط شركة بلاكروك لإنشاء صندوق للتداول البيتكوين ما ساعد في إحياء اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة التي كانت في حالة ركود بعد سلسلة من انهيارات شركات العملات المشفرة شركة كوالكم تعمل على تطوير سماعات لاسلكية ستحدث نقلة نوعية في عالم أجهزات الصوتيات الصغيرة وأوردت الشركة بأن السماعات الجديدة ستكون قادرة على العمل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة المحمولة والكمبيوترات وتتميز باحتوائها على معالجات متطورة وقدرة على نقل الأصوات من الأجهزة إلى أذن المستخدم مع معدل تأخير أقل من 20 ميلي ثانية هذا ما كان لدينا في نشرة التكنولوجيا من أجيال قرأتها عليكم ميسم البرغوثي إلى اللقاء